بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين هديه بإحسان إلى يوم الدين أبناء وبناتي طلاب وطالبات الشهادة الثانوية الأزهرية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته اليوم نبدأ درسا جديدا من دروس مادة النحو ثانيا بعد الطلب المحض إذن نصبنا الآن مضارعا بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بنعم بالنفي المحض والآن نجرب ذلك بعد الطلب المحض نبدأ في الطلب هنا بالأمر مثال ذلك فقلت دعي وأدعوا إن أندى لصوت أن ينادي داعيان أين الشاهد هنا؟ نعم أدعوا فالنصب هنا بأن مضمرة بعد الواو وهذه الواو كما نرى هي واو المعية كيف عرفت أنها للمعية؟ أقول أنها بمعنى معا ما الدليل على ذلك؟ انظر قبلها فقلت ها ادعيي هنا طلب؟ نعم هنا طلب إذن تكون الواو هنا للمعية والمضارع هنا أدعو قد نصب بأن مضمرة وجوبا الفعل أدعو منصب بأن مضمرة بعد واو المعية المسبوقة بالطلب المحض وهو ادعي النهي وهو من الطلب كما بينا قول الشاعر هنا لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم أي من العار العظيم أن تأتي شيئا وأنت تنهى عنه لاحظ هنا تأتي هذا مضارع منصب بأن مضمرة وجوبا بعد الواو والواو هنا للمعية وحد يقول كيف عرفت انظر إلى صدر الجملة نعم صدر البيت هنا لا تنهى لا تنهى فهنا قوله لا تنهى هذا نهي بلا إذن تكون الواو هنا للمعية والمضارع هنا منصب بأن مضمرة وجوبا الفعل تأتي منصب بأن مضمرة بعد دواو المعية المسبوقة بطلب محض نأتي إلى طلب آخر الاستفهام يقول الشاعر هنا ألم أكو جعركم ويكون بيني وبينكم المودة والإخاء لاحظ هنا الشاهد ويكون منصب هنا المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد دواو المعية المسبوقة بطلب محض أين هو؟ نعم الاستفهام ألم الاستفهام هنا طلب محض إذن يكون هنا منصب بأن مضمرة وجوبا بعد دواو المعية الفعل يكون منصب بأن مضمرة بعد دواو المعية المسبوقة بطلب محض قول الشاعر أيضا أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الدموع لاحظ هنا أتبيت أتبيت ريان الجفون من الكرى وأبيت منك بليلة الدموع يعني هي تشكوه كيف تنام وتتركني أعاني إذن هنا كلمة أبيت هذا مضارع منصب بأن مضمرة وجوبا لماذا نصب هنا بأن مضمرة وجوبا أقول لأنه قد سبق بواو المعية كيف عرفت أنها للمعية؟ أقول دليلها موجود في الكلام دليل معيتها موجود في الكلام أين هو؟ نعم صدر البيت هنا يقول أتبيت فهنا استفهام إذن هنا طلب محض إذن الفعل تبيت منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بطلب محض التمني كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين لاحظ هنا ولا نكذب أي نرد مع عدم التكذيب مع كوننا غير مكذبين ولا نكذب إذن نكذب هنا منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية المسبوقة بالطلب المحض أين الطلب المحض هنا؟ صحيح هو ليتنا الفعل نكذب منصوب بأن مضمرة بعد واو المعية والإضمار كما بينا واجب وواو المعية هنا كما بينا مسبوقة بطلب محض ونوع الطلب هنا كما رأينا هو التمني بليت ملحوظة أبنائي إذا كانت الواو لغير المعية بأن كانت لتشريكي وهذا من معاني الواو لأن الواو قد تكون للتشريك وقد تكون للاستئناف وقد تكون للمعية لها معاني كثيرة إذا كانت الواو لغير المعية بأن كانت للتشريكي أي عاطفة أو للاستئناف ففي هذه الحالة لا إضمار إلي أن ولا ينصب بعدها الفعل المضارع إذا من الممكن أن تكون الواو عاطفة نعم من الممكن أن تكون الواو استئناف نعم ولذلك هناك أمثلة يجوز لنا فيها التقديرات الثلاثة أن نجعل الواو للمعية وأن نجعل الواو حرف عاطف وأن نجعل الواو استئنافا يقول ابن مالك والواو كالفا إن تفد مفهوم مع كلا تكن جلدا وتظهر الجزع لاحظ هنا والواو كالفا إذا النفس القاعدة في إضمار أن أي كلاهما يسبق بطلب محض أو نفي محض ولكن الواو هنا مشروطة إن تفد مفهومه نعم مفهوم مع أي مع كلا تكن أعطهنا المثال لا تكن جلدا هذا نهي وتظهر نصب بأن مضمر بعد واو المعي مفهوم البيت أنه ينصب المضارع بأن مضمر وجوبا بعد واو المعية المسبوقة في طلب محض أو نفي محض تعالوا أبنائي نرى ما حكم المضارع الواقع بعد الواو مطلقا قلت لكم إن الواو قد تستعمل نعم للعطف أي للتشريك وقد تكون للمعية وقد تكون للاستئناف مثال لا تأكل السمكة وتشرب اللبن هذا مثال مشهور على أسماع من يدرسون علما نحو وهناك أمثلات كثيرة نستطيع أن نستنبطها من مثل هذا يعني لو قلت لك لا تأكل وتشاهد التلفاز لو قلت لك لا تركب السيارة وتتحدث مع السائق هناك أمثلة كثيرة فلا نقصرها على هذا المثال انظر معي لا تأكل الطعام وتشاهد التلفاز في المثالين السابقين الفعل عندي هنا تشرب والفعل الآخر تشاهد في المثال الأول تشرب والثاني تشاهد يجوز فيهما نعم ثلاثة أوجه لماذا هذه الأوجه الثلاثة قلت لك على تقدير نوع الواو إن جعلت الواو أعاطفة يختلف عن جعلها معية عن جعلها استئنافا وفي كل منها يختلف المعنى لماذا؟ لأن الإعراب وجه من وجوه المعنى فلا نستطيع أن نفهم معنى إلا من خلال وجه الإعراب فهو المعين الأول على فهم المعاني الإعراب انتبه إلى هذا أول وجه الجزم واحد يقول كيف؟ لما قلت لك لا تأكل السمكة وتشرب اللبن إذن لو قلت وتشرب وجعلنا الفعل هنا مجزوما إذن كأني هنا نهيتك عن الفعلين عن الأكل وعن الشرب انظر إلى المعنى المعنى هنا من الإعراب والواو هنا تكون حرف العطف لا تأكل السمكة وتشرب فأنت منهي هنا عن الأمرين عن الأكل وعن الشرب فالواو هنا عاطفة والمعنى كما قلت لكم هو النهي عن الأمرين أي الأكل والشرب النصب يعني من الممكن أن ينصب المضارع الواقع بعد هذه الواو نعم إذن تكون هذه الواو بمعنى مع على أن الواو للمعية والنصب يكون بأن مضمرة نعم هذا صحيح فما المعنى؟ اختلف الإعراب هنا وحولناه من جزم إلى نصب حولناه نعم من الجزم إلى النصب إذن لو قلت لك لا تأكل السمكة وتشرب ووضعت الفتحة هل يختلف المعنى؟ بالطبع سيختلف المعنى كيف ذلك؟ لأن الواو هنا سيختلف معناها إذن كأني أقول لك لا تأكل السمكة مع شرب اللبن إذن المعنى هو أنهي عن الجمع بين الأمرين إذن النصب كما بيّنت على أن الواو للمعية والمعنى هو أنهي عن الجمع بين الأمرين أي لا تأكل السمكة مع شرب اللبن أما وجه الرفع كيف يتحقق وجه الرفع؟ قلنا إذا اعتبرنا أن هذه الواو للاستئناف وليست معية وليست عاطفة للتشريك إذن كما قلت لكم على أن الواو للاستئناف لكن الجملة هنا وهي جملة تشرب التي وقعت بعد هذه الواو هي جملة فعلية هذه الجملة انقطعت صلتها بالجملة التي قبلها لأنك قلت هنا إن الواو للاستئناف أي لبداية كلام جديد إذن تكون هذه الجملة جملة فعلية جملة تشرب جملة فعلية في محل الرفع وهي خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت يعني كأن الكلام الذي قلناه لا تأكل السمكة وأنت تشرب اللبن إذن ما المعنى هنا؟ والمعنى هو النهي عن الأول فقط أما الثاني فأمره مباح وأنت تشرب اللبن أمره مباح إذن عرفنا وتأكدنا أن الإعراب وأن النحو أصل عظيم جميل وهو كما نبين لكم علم النحو ما هو إلا وسيلة نفهم بها كتاب الله وسنة رسوله إذن النحو ليس للدراسة فقط ولتجريب العقول ولكن النحو والبلاغة والصرف والأدب كل العلوم هذه ما هي إلا وسيلة نمططيها حتى نستطيع فهم كتاب الله وفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نأتي أبنائي إلى درس جديد وهو جزم المضارع في جواب الطلب بعد سقوط الفاء ماذا نقصد بهذا؟ كنا نتحدث من قليل أن المضارع يأتي بعد فاء تسمى فاء أسابية فينصب بأن مضمر وجوبا ماذا لو سقطت هذه الفاء؟ أقرب لك اسمع أنا قلت لك في بداية الدرس قلت لك ذاكر فتنجح وقلنا المذاكرة سبب في النجاح ماذا لو قلت لك ذاكر تنجح؟ هل هناك فارق؟ نعم ليس في هذه الجملة فاء أنا قلت في الأولى ذاكر فتنجح أما في هذه قلت ذاكر تنجح إذا سقطت هذه الفاء فما حكم المضارع إذا سقطت منه هذه الفاء؟ وقصد الجزاء إذا إذا سقطت الفاء وقصدنا الجزاء هذا له حكمه نفصله في درسنا الآن قلنا إن المضارع إذا سبق بفاء السببية الواقعة بعد طلب محض ينصب بأن مضمر وجوبا فما الحكم أبنائي إذا سقطت هذه الفاء؟ فاء السببية سقطت تعالوا نوضح من خلال الأمثلة الطلب الذي تحدثنا عنه الأمر والناهي والاستفهام ما إلى ذلك انتبه تفهم صح تستفد لاحظ هنا انتبه هذا طلب محض وتفهم ليس هنا فاء وجزم الفعل المضارع صح تستفد نفس الكلام ولكن هنا الطلب هنا بماذا؟ باسم فعل أمر وليس بطلب محض هل هناك فارق أقول لك في الجزم لا سؤون أكان الطلب بالطلب المحض أو بالطلب غير المحض فالمضارع الواقع في جواب ذلك الطلب يكون مجزوما تقول لي لماذا هنا؟ أقول لك لأن الأصل هنا وما عليه علماء النحوي أن عامل الجزم هنا ليس لفظ الطلب ولكن هنا أداة شرط محذوفة تقديرها إن أي تقدير الكلام انتبه ان تنتبه تفهم صح ان تسكت تستفد لو قلت لك حسبك الحديث يسترح الناس من شرك لاحظ هنا أين الطلب حسبك وأين جواب الطلب هنا يسترح أين الفاء؟ قلت لك سقطت الفاء فالمضارع هنا يكون مجزوما أين عامل الجزم كما نقول؟ يكون هنا أداة شرط محذوفة حسبك الحديث يسترح إذن هنا نعم جواب لأداة شرط محذوفة مثال آخر في النهي لا تتبع الهوى يرضى الله عنك لا تتبع هذا نهي ويرضى لو قلت هنا يرضى وفتحت هذه الضادة أي فتحت آخر الفعل بعد سقوط الفاء هل هذا يجوز؟ نقول لك لا إذن أحول هذه الفتحة أحولها لماذا؟ هل فهمتم ما أقصد؟ لم تنتبهوا لماذا؟ لو أنك رأيت معي كما أرى ذلك الفعل الفعل هنا لا يجزم وعلامة جزمه السكون ها؟ فما علامة جزمه؟ الفتحة هذه يا أبناء ليست علامة للنصب ولكن الفتحة هنا إنما هي لحذف الألف التي بعدها فالألف هنا قد حذفت والألف هنا هو حرف العلة إذن هذا الفعل أبناء ليس منصوبا كما ظننتم ولكنه مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة إذن أين عامل الجزم؟ أين عامل جزمه هنا؟ هنا أداة شرط محذوفة لأننا لو قلنا إن لا تتبع الهوى ها؟ يرضى الله عنك فكأن كلمة يرضى هنا جواب لشرط محذوف إذن لاحظنا هنا أن الفعل المضارع لما سقطت منه الفاء وكان جوابا للطلب بالنهي جزم وكانت علامة جزمه كما نرى هنا حذف حرف العلة ما رأيك لو قلت لك اجعل هذا المضارع منصوبا ماذا تفعل؟ نعم ستضع الفاء ولما تضع الفاء هنا ها؟ هل تكتفي بوضع الفاء فقط؟ صحيح لا نكتفي بوضع الفاء ولكننا نعيد حرف العلة كما كان فيكون هنا يرضى بإثبات الألف بعد الضات هذا صحيح مثال الدعائي رب وفقني أهتدي أيضا هنا أهتدي لا تظن أن هذا الفعل مجرور لأن تحت آخره كسرة ولكن هذه الكسرة إنما هي إشارة إلى أنه قد حذف من آخره حرف العلة إذن أهتدي هنا مجزوم لماذا جزم هنا؟ نقول هنا لأنه وقع في جوابي الطلب والطلب هنا بالدعاء إذن أين عامل الجزم هنا؟ عامل الجزم هنا أداة شرط محذوفة والتقدير إن توفقني أهتدي ماذا لو أنني أعدت الفاء هنا إلى مكانها؟ إذن سأقول هنا فأهتدي فأهتدي هذا يكون بالنصب تعالوا إلى الاستفهام من محمد صلى الله عليه وسلم؟ أتبعه لاحظ هنا الفاء هنا أتبع هذا مجزوم لماذا جزم؟ لأنه وقع في طلب محض هنا وهو من؟ نعم دون الفاء دون الفاء فالفاء هنا كما نرى الفاء هنا كما نرى ليست نعم ليست موجودة الفاء هنا قد سقطت فمعنى أنها قد سقطت إذن الفعل هنا سيتحول نعم إلى الجزم إذن سقطت الفاء وما بعدها نتيجة لما قبلها لذلك جزم الفعل في جواب الطلب فما عامل جزمه؟ قلنا عامل الجزم هنا هو أداة شرط محذوفة وتقدير الكلام من محمد إن عرفت محمداً أتبعه إن عرفت محمداً أتبعه لو قلت لك أين داركم أزرك ما معنى هذا الكلام؟ أنا لو عرفت داركم يحدث الزيارة إذن أزرك هنا هذا مجزوم أين عامل جزمه؟ نقول عامل الجزم هنا محذوف وتقدير هنا إن عرفت داركم إذن أزرك مجزوم وما علامة جزمه؟ علامة جزمه السكون وحد يقول كيف السكون؟ وقد حذفت منه الواو والأصل فيه أزور الأصل فيه أزور أقول لك حذف الواو هنا لالتقاء الساكنين أما علامة الجزم فكانت السكون التمني ليت لي ولداً أربه على الهدى لاحظ هنا ليت لي ولداً أربه هنا كلمة أربه هذا مجزوم إذن ما عامل جزمه؟ قلنا أداية شرط محذوفة تقديره إن كان لي ولد هاء أربه فكلمة أربه هنا مجزوم وما علامة جزمه؟ علامة جزمه هي حذف حرف العلة والأصل فيه أربيه إذن ألياء هنا محذوفة التحضيض لولا هديتني أكن من الفائزين لولا هديتني أكن والتقدير هنا إن هديتني أكن فكلمة أكن هنا مجزوم فما عامل جزمه؟ نقول إن عامل الجزم هنا هو نعم أداة شرط محذوفة أداة شرط محذوفة لكن هنا كيف جزم؟ قلنا لأنه وقع جواباً للطلب دون ألفاء نعم دون ألفاء فكلمة أكن هنا جواب طلب مجزوم وعلامة جزمه السكون أكن ما رأيك لو أنا قلت لك أكو ولم أقل أكن لو لا هديتني أكن لو قلتها أكو كيف يكون الإعراب؟ نعم ستكون أكو مجزومة وعلامة جزمها وعلامة جزمها السكون على النون المحذوفة جوازاً وتحذف نون مضارع كان إذا كان ما بعدها متحركاً أما إذا كان ما بعدها ساكناً امتنع حذف هذه النون مثال آخر هل لا تفهم الحياة تسعد؟ يعني إن فهمت الحياة حدثت لك السعادة إذا تسعد هنا مجزومة فما علامة الجزم السكون؟ لأنه صحيح الآخر لكن ما عامل الجزم؟ نعم قلنا أداة شرط محذوفة هنا سقطت الفاء وقصد الجزاء العرض ألا تزورنا نكرمك؟ يعني إن تزورنا نكرمك إذن هنا سقطت الفاء فلو قلت فنكرمك نصبت المضارع لكن هنا لما سقطت الفاء وكان الفعل جزاءً لما قبله أي نتيجة له جزم كما يجزم الفعل في جواب الشرط تعالوا نوضح هذا مرة ثانية مكتوباً في الأمثلة السابقة نلاحظ أن ما تحته خط وما بيناه من أفعال مضارعة مجزومة والجزم هنا أبنائي ليس واجباً ولكن الجزم في كل ما وقع فيه المضارع في جواب الطلب سواء كان الطلب محضاً أو غير محض الجزم هنا جائز وليس واجباً وذلك لأنها وقعت أي الأفعال المضارعة وقعت في جواب الطلب ويقول ابن مالك في هذا الأمر وبعد غير النفي جزماً اعتمد إن تسقط الفا والجزاء قد قصد يعني لو كان الأمر هنا مبنياً على قصد الجزاء يعني إذا كان ما بعد الفا التي سقطت مقصوداً به الجزاء أي نتيجة لما قبله سواء أكان الطلب محضاً أو غير محض تعالوا والأمر إن كان بغير فعل هنا يقول هكذا الأمر أي الطلب إن كان بغير فعل أي إن كان باسم الفعل أو بلفظ الخبر فلا تنصب جوابه يعني إذا وقع جواب الطلب هكذا غير المحض بعد الفا لا ينصب جوابه لكن إذا وقع بعد سقوط الفاء وجزمه اقبل وجزمه اقبل أي نقبل فيه الجزم مفهوم هذين البيتين أنه إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء بعد الطلب المحض أو غير المحض وليس بعد النفي جازة جزم المضارع إذن هذا الموضوع خاص بالمضارع الواقع في جواب الطلب وليس الواقع بعد النفي والجزم كما بيّنت هو جزم جائز وليس واجباً أنه لا ينصب المضارع في جواب الطلب غير المحض وإلى هنا أبنائي ينتهي درسنا اليوم تحية طيبة أحييكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر